تعظيم ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم أمر الله عباده المؤمنين بالوفاء بالعهود وخاصة إذا أخذ فيها ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم فما المراد بذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم وما حكم عطاء ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم أولا المراد بذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم الذمة العهد ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم مصالحة أحد على عهد الله تعالى وعهد رسوله ثانيا حكم مصالحة أحد على ذمة الله تعالى وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم يحرم مصالحة أحد على ذمة الله تعالى وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم ودليل ذلك الحديث الشريف التالي اقرأه متأملا موضع الشاهد فيه ثالثا حكمة النهي عن اعطاء ذمة الله تعالى وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم انه لو وقع نقض للعهد فلا يكون ذلك منسوبا إلى ذمة الله تعالى وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم بل يكون النقض عائدا على من نقض عهده فإذا عاهد أحد بالله تعالى أو حلف يمينا بالله تعالى وهي من العهود الموثقة فإنه يجب عليه الوفاء بهذا العهد لقوله تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كثيلا إن الله يعلم ما تفعلون وقد بيّن الله سبب إيجابه الوفاء بالعهود في الآية الكريمة بقوله وقد جعلتم الله عليكم كثيلا فقد جعلتم الله ضامنا وشاهدا عليكم بالوفاء حين حلفتم به وتعاقدتم على اسمه واطمأن الناس بذلك بسبب تعظيمكم لله والحلف به والتعاقد على اسمه فلا يليق بكم بعد ذلك نقضها ترجمة نانسي قنقر